القضية صارت كأنما دكتور اتهامات وتبادل تهم يعني مثلاً لجنة النفط والطاقة النيابية تقول أنا أستغرب فتح ملفات تحقيق بشبهات فساد بوزارة الكهرباء بعد عام 2006 وليس بعهد أيهم السام الرائي دكتور أنت مدعوم لو أنت مظلوم ناس تقول دكتور أيهم حرامي حشاك يعني حرامي وعليه ملفات فساد ومنهزم من القضاء العراقي وناس تقول هذا مدعوم وما حد يريد يندق به لأنه وراء أميركا شنو الحقيقة دكتور أنا أول شيء مظلوم والشيء الثاني مدعوم من الله سبحانه وتعالى وما عندي أي واحد آخر أما أمريكا تدعم كل مواطنيهم بغض النظر عن أيهم السام الرائي وغير أيهم السام الرائي ما طولي أحمل الجنسية الأمريكية أمريكا تدعم وتدافع على شكل يعني هذه الدول الدول الحرة مثل ما يقولون أنت مواطن يعني صالي ترهنان عيني أستاذ على صالي 44 سنة يعني ما صالي هنا يوم يعني أكثر من ثلثين عمري أنا هنا بغض النظر عن هذا الموضوع أنا خلي أشرح لك الوضعية اللي هما ليش هما الأساسي يعني من آن يقاب من آن كوزير كهرباء كل اللي يقاب أقل من مليار دولار ومن هما يجوي الأحزاب السياسية الدينية لأن تعرف الأحزاب السياسية الدينية استلمت الحكم من 2005 نعم يعني من الجعفري وحط طيدك جعفري والمالكي والعبادي كلهم ذول أحزاب دينية بحثة حزب الدعوة بالذات ذول استلموا ذول أعطوا لوزارة الكهرباء طبعا هما استلموا أكثر من تريليون دولار كل الوارد اللي صار من النفط هذا حزب الدعوة بس دكتور تريليون دولار نعم طبعا وان تريليون تريليون مو مليار مو مليار دولار يعني ألف 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 مليار مفهوم استلموا من النفط من سعر من بيع النفط العالمي في ذلك الوقت تعرف مفصل للمية وارمعين دولار